اشتركوا في القناة الفيديوهات الطويلة يمكنك الاطلاع على هذا المقال بنفسك اما بالنسبة الى الاشخاص الذين يريدون المتابعة فهذه المواقع قمت بتقسيمها او قمت بتجميع بعض المواقع حتى تقوم باختيار الموقع الذي تريد العمل عليه كما قلت لكم هذه المواقع كلها قمت بتجربتها او ما عاد موقع واحد فقط تعرفت عليه البارح يعني موقع واحد تعرفت عليه البارح فقمت بضمه الى هذه المجموعة فكما ترون لدينا بعض المواقع مواقع اختصار الرابط رفع الملفات قراءة رسائل بريد الالكتروني ومواقع لعمل مهمات والحصول على اموال كذلك مواقع مشاهدة الاعلانات يعني كل هذه المواقع قمت بشرحها على القناة وقدمت لها اثبات السحب بالنسبة الى يعني قم بالاطلاع على هذا المقال لتفاصيل اكثر بالنسبة لأول موقع وهو موقع لينكاتي هذا الموقع كما قلت لكم فقد تحصلت من خلاله على تقريبا ستون دولار او اكثر من ستون دولار يعني فيه خلال عام كامل فهذا موقع هو موقع اختصار الرابط الحد الأدنى للسحب من هذا الموقع هو 1 دولار ويدعم العديد من الطرق الاخرى بالنسبة الى الموقع الثاني موقع اختصار رابط وهو موقع لينك جاست هذا الموقع تحصلت من خلاله على 1.5 دولار الحد الأدنى للسحب منه هو نصف دولار يعني هو موقع كذلك موقع جميل بالنسبة الى موقع او اكس او هذا الموقع ربما الحد الأدنى للسحب منه هو 8 دولار بالنسبة على البايير أما بالنسبة إلى البيبال لمن أراد العمل عليه ثلاثة دولار نحن نتكلم عن البايير فسمانية دولار ربما تظهر مرتفعة لبعض الأشخاص ولكنه موقع صارغ أرى الكثير من السحبات عن هذا الموقع بالنسبة إلى الموقع المهمات تقوم ببعض المهمات والحصول على أرباح كذلك قدمت له إثبات السحب فإذا قمت بالاجتهاد أنت بنفسك سيمكنك ربح حتى 20 دولار في اليوم هذا موقع يعني موقع القيام بالمهمات بالنسبة إلى موقع رفع الملفات لدينا ثلاث مواقع الموقع الأول هو موقع غلف أب أو مركز الخالج بالنسبة إلى الحد الأدنى للصح من هذا الموقع هو 2 دولار يعني تقوم برفع الملفات ومشاركة الرابط مع الأشخاص فأي شخص يقوم بتحميل ذلك الرابط أنت تتحصل على أربح بالنسبة إلى موقع السادس وهو موقع أب فوريفا يعني نفس الشيء كموقع غلف أب ولكن المميز به أن الحد الأدنى للصحب هو 1 دولار ومعدل S.P.M. يبدأ من 3 دولار على عكس الموقع الأول والموقع الأخر الموقع الأخير وهو File Upload هذا الموقع يعني قام بكارثة حقيقية تم بيع الموقع وقام بحزف كل أسماء المستخدمين وكلمات سر الخاصة بهم وأرباحهم ولكن المشكل أنه قام بالاحتفاظ بإثباتات السحب أنه قام بالدفع يعني صراحة قام بكارثة حقيقية وأصبح كارثة حقيقية حتى بالنسبة للظائر الذي يريد تحميل الملف الخاص بك فأنصحك بالعمل على الموقع الموقع غلف أب أو أب فوريفا يعني بالنسبة إن أردت ذلك فأنت حر يمكنك العمل عليه بالنسبة إلى مواقع يعني قراءة رسائل البريد الإلكتروني ثلاث مواقع أول موقع وهو موقع كليك جيني موقع كليك جيني به بعض المشاكل يعني صراحة وقمت بالسحب منه فقط البارحة ما يقارب 11 دولار بسبب تلك المشاكل يعني مشكلة عدم سحب الأرباح يعني متزبزب جدا فأنت لا تعرف متى تتحصل على أرباحك لذا هناك بعض الأشخاص يعني بعض الأشخاص يملون من هذا الموقع ويتوقفون ولكن الموقع بالنسبة لصراحة الموقع كنز فهذا الموقع كنز يمكنك الحصول من خلاله على أرباح لا بأس بها إن عرفت كيف تقوم بالعمل عليه بالنسبة إلى موقع فوليتيك يعني صراحة هذا الموقع إلى حد الآن لا زالت تلك المشكلة متواصلة معه ولكن إلى حد الآن تقريبا وصلت إلى 19 دولار الحد الأدنى هو 0.02 فيعني يجب عليك دائما تجربة السعب في هذا الموقع موقع فوليتيك وموقع كليك جيني هذه المشكلة دائما معهم وكذلك تمت إضافة لهم موقع يعني موقع جديد وهو Inbox Cash هذا الموقع يعني هو موقع جديد على ما أظن عنده سلسة أسابيع أو أسبوعين على ما أظن وهو يقوم بمسابقة لربح ألف دولار يمكنك ربح أنت أيضا إذا استطعت تجميع الأشخاص في هذا الموقع موقع Inbox Cash فهو موقع لقراءة الرسائل بالنسبة إلى مواقع مشاهدة الإعلانات وهي يعني تقريبا خمس مواقع أول موقع وهي دائما أقوم بإثبات السحب لهذا الموقع يعني موقع رائع جدا صراحة وهو موقع Argon Click السحب فيه تلقائي بالنسبة إلى 1 روبل وبالنسبة إلى الدولار 0.01 يعني يتم احتساب لك الأرباح كاملة يعني دون أن يقتطع منك أي رسوم يعني عندما يقوم بإرسالك الأرباح إلى الباير لا يقتطع منك أي رسوم بالنسبة إلى هذا الموقع Vox Box يعني هذا الموقع شابه تماما بموقع Argon Click ولكن الأرباح قليلة مقارنة به ولكنهم يكملون بعضهم بالنسبة إلى موقع Pidvertisement هذا الموقع كان جميل في بدايته ولكنه قام برفع الحد الأدنى للسحب يعني وأصبح خمسة دولار يعني سوف تحتاج ما يقارب مائة وخمسة وعشرون يوم حتى تتحصل على هاته القيمة موقع QueenPay يعني هذا الموقع كذلك يمكنك ربح من خلاله ساتوشي وسحبهم على محفظتك على الباير سوف يصلك بعملة الدولار بالنسبة إلى الموقع الأخير وهو موقع Divbox هذا الموقع صراحة تعرفت عليه أول البارحة فقمت بضمه إلى هذه المجموعة لمن أراد مضاعفة بعض الأرباح كذلك لهذا الموقع عدة إثباتات على اليوتيوب يمكنك الإطلاع عليها تقريبا هذه كل المواقع التي قمت بتجربتها والحصول منها على رصيد على الباير يمكنك الإطلاع على بعض التطبيقات الربحية أو إثباتات السحب لهذه التطبيقات من هذا الخيار هذه كانت كل المواقع التي قمت بتجميع عليكم لمن أراد ربح رصيد على الباير هذا هو كان موضوعنا لنهار اليوم أتمنى أن تكونوا قد استفدتم نلتقي في موضوع آخر مع أدري حمال الشرحات أو أدري التكنو السلام اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر